من برية يهوذة من المكان اللي تجرب فيه المسيح بعد صيام أربعين يوم عاوز أتكلم عن تجارب المسيح لكن كل شيء في حياة المسيح كان بمخطط إلهي كما قال طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله إحنا منعرف أنه عاش في مدينة الناصرة وكان بيشتغل كنجار أو حجار بنفس الوقت ولما صار عمره 30 سنة ابتدى الخدمة وفعلا جاء اعتمد من يحنى المعمدان مكان في نهر الأردن المكان مش بعيد عن هذا المكان مثل شايفين بتشوفوا غور الأردن من بعد خلفي والمنطقة التي تسمى دير القرنطل اللي تجرب فيه يسوع المسيح في المعمودية طبعا الرب أو الآب يعني ختم على خدمة يسوع وقال هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر ومنشوف في المعمودية كمان أنه الروح القدس ظهر بهيئة حمامي ومنشوف كمان شهادة يحنى المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم وقال عن يسوع ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص بعد المعمودية من نهر عند نهر الأردن جاء المسيح ومشي في هذه البرية الجرداء القاحلة المقفرة يعني ما فيهاش حياة والبرية طبعا هي خرجت رجال الله مثل موسى مثل داود وهكذا لكن جاء المسيح ليواجه الشيطان لوحده بعد مصام أربعين يوم يقول الكتاب أنه جاع أخيرا بعد المعمودية طبعا كان المسيح مكرس صمع صوت الآب كان مستعد أن يواجه الشيطان اللي أسقط كل البشرية بالخطية عدة ملحوظات لما مندرس تجارب المسيح هذه التجارب كلها لكي تثني المسيح عن الذهاب إلى الصليب لما أنت بتقرأ في طيات هذه التجارب سواء موجودة في إنجيل متة أو في إنجيل لوقة حتى تثني عزمه ما يروحش لأورشاليم ما يموتش على الصليب ومنشوف هذه كانت إرادة الشيطان الذي جاء ليدمر ويدمر مخطط الله مثلا عندما ولد المسيح أراد هيرودوس الملك أن يتخلص من المسيح إذ قتل أطفال بيت لحم ظنا أنه قتل يسوع المسيح وحتى في قيسرية فليبوس لما المسيح أعلن أنه ابن الإنسان رايح لأورشاليم ورايح يسلم إلى رؤساء الكهنة واتكلم عن صلبه أخذوا بطرس جانبا وقال له حاشاك يا رب قال يسوع المسيح لبطرس اذهب عني يا شيطان فإذن بتشوفوا كل هذه التجارب حتى يسوع ما يروح لأورشاليم حتى تثني المسيح عن الذهاب إلى الصليب شيء آخر هاي التجارب طبعا ثبتت سلطان المسيح على الشيطان بعد مواجه الشيطان في البرية نرى أنه جزء كبير من خدمة يسوع المسيح هي إخراج الشياطين والشياطين كانت تصرخ وتقول ما لنا ولك يا يسوع يا ابن الله فإذن حتمت أثبتت سلطان المسيح على الشياطين شيء ثالث نشوف من خلال التجارب أنه يسوع المسيح هو الوحيد الذي لم يمسه الشيطان الشيطان استطاع أن يمس كل الأنبياء وكل البشر فهذه التجارب وجهت ضد طبيعة المسيح الإنسانية لكن المسيح نجح في هذه التجارب ولم يستطع أن يمس المسيح كما مس كل البشر أجمعين شيء آخر أحبائي خلينا ندرك أنه الله مستحيل أن يخطئ المسيح طبعا كان بلا خطيئة بلا عيب طاهر قدوس بار منفصل عن الخطايا ما فيوش أي عدوة ليه الخطيئة طبيعته من جوه لا تستطيع أن تستقبل شر أو فساد أو خطيئة ليه؟ لكي يكون حمل الله الكامل بلا عيب لكي يكون له الكفاءة أن يكون فاديا بلا خطيئة يستطيع أن يكفر عن كل خطايا البشرية ويستطيع أن يرضي الله ويرضي المطالب ويوفي العدالة الإلهية موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر